ماذا ذكره الأستاذ العياشي الهمامي من كون سيئانس الحمادي لقاء دعم كبير وحضور مكثف هنا المحامي وهذه فرصة بالنسبة لهو وبالنسبة الغيره من بعض القذات بش يعرفوا الدور المهم للمحامات في فرض معايير المحاكمة العادلة خاصة أنه سيئانس الحمادي كان من أكثر الناس هجوما على المحامين وعلى هيئة المحامين اليوم حان الوقت بش يعرف قيمة المحامات وقيمة المحامين هو وغيره من اليوم في مواقع متقدمة وهذا وقت اللي كنت أنا والعياشي الهمامي وراضي النصراوي ومختار التريفي رافعوا في القضايا السياسية قبل 2011 اللي ماخذين اليوم مواقع متقدمة في القضاء كانوا يخافوا من الكلام اللي كنا نحنا نقولوه مجرد الاستماع يخوفوا اليوم مالورزمو نقاهم في مواقع متقدمة حبيت نقول أنه من ناحية القانونية حتى ولو لم يقع اتخاذ قرار تحجير السفر عند السماع الأول للمضنون فيه وتأجيل استنتاقه ما فما حتى مانا وأنه يكون حاكم تحقيق خذاه دجا ولا ياخذوا لاحقاً شمعني يخذه دجا يقولك لما يتم لا 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 قرار تحجير السفر لا يقع اعلام المضنون به فيه به مش بحضوره بطاقة الاداء بحضور المتهم قرار تحجير السفر وكم مرة سارته أنه واحد يتحل ضده تحقيق وقبل حتى ما يمثل قدام قادة تحقيق قادة تحقيق دوبا من جهة الميلف ياخو قرار في تحجير السفر ربما هو ما حسبوه أنه قرار تحجير السفر مش يزيد الصورة قتمة أما هذا ما يمنعش وأنه ينجمه إداريا يقع منعه من مغادرة مطار تونس قرتاج نهارة للمش يخرج البر انا مقول وأن هذه القضية ما كانتش يجبها تكون لأن القضية هذية هي على خلفية أنه بمناسب تنفيذ الإذراء اللي عقب إعفاء 57 قاذي وإصدار المرسوم المشؤوم المرسوم 35 اللي يعطي الحق لرئيس الجمهورية في إعفاء القوذات مباشرة دون المرور بالمجلس فما قاذي في دائرة استعجالية في المحكمة الابتدائية بالمستير تخل جلسة إلى بريزيلا فتخلوا أنس لحمدي وطلب منه رفع الجلسة موش كل الأفعال في مثل هذه الأعمال يلزب نعملوا فيها قضايا تيه طوى عملت القضية هذية هي شنو معناها طوى عملت له قضية في تعطيل حرية الشغل انتي هذية عركة يلزمك تعملها كنت يلزمك تغض على هالنظرة لكن هذا ما يمنعنيش باش نقول اللي أنس لحمدي هو واحد من الذين ساهموا في إعداد القضاء باش يذبحوا قيس سعيد أنس لحمدي أحمد الرحموني كلثوم كانوا هذم ناس 13 سنوات وهما يذبحوا في القضاء من الداخل لأنه مش كما نحكي لي القضاء نجم المستهلك المعلومة يقول هذم محامي عركة بن دو كور إتوسا هذم قضاء كانوا من دخل القضاء في إطار تصفيت معارك داخلية وشقوق ذبحوا القضاء هذو ما اللي يعطاوه للبحيري باش عزل 83 الفريق هذا بما فيهم أنس لحمدي أنس لحمدي صاحب المقولة المشهورة عدالة للأغنياء وعدالة للفقراء باش نذكركم للناس الفكار اللي ما عندهاش ذاكرة وأنه في لادومون ديكس ترديسيون طابل حسن الترابلسي للاخرى لكور دا تيل ديكس المحامين على شنور تكزوا أنه غياب مقاومات المحاكمة العادلة وأنه القضاء غير مشتقل واستظهروا ببيانات الجمعية لم صح فيه من ناس لحمدي ولذا رهم الناس هذو ما زاد اليوم وأيضا الخوف على سلامته الجسدية حاجة أخرى هذا الجرع أخواته ماتوا في السجود لكن ما يمنعش اليوم نحن نضامنه معاه في موقف ضعف في موقف القضام مضروب على ركابه لكن هذا من الذين ساهموا وأنه قيس سعيد يهبط المرسوم 11 ويهبط المرسوم 35 ويستشهد بهؤلاء اللي ذبحوا القضاء من الداخل واللي أعطاهم صورة قاتمة على القضاء إلى حين أنه الناس لو كان قيس سعيد مش هبط المرسوم 35 لو كان قيس سعيد اخذاء مرسوم في أعدام 200 قاضي في ساعة عمومية مشتق الشعب يسفر خطر هذا محذرهم للذبح محذرهم للذبح